تنتقل إلى جونيف حلبات النزال السوري بين أطراف الأزمة مهددة مصير مفاوضاتها فالهيئة العليا المفاوضات المعارضة أكدت رسميا ما تردد عن تعليق مشاركتها في العملية التفاوضية كاشفة أن أعضاء الوفد يعتزمون مغادرة جونيف تباعا مع بقاء عدد من الخبراء ممن كلفوا بمناقشة ملفة بعينها من حملت البندقية لن تتركوا البندقية ولا تتركوها قرار تؤكد الهيئة أنها لن تتراجع عن قبل تغير الأوضاع الميدانية منتقدة تمسك الولايات المتحدة بالمفاوضات دون تقديم ما يسهم في تعزيز الموقف التفاوضي للمعارضة على حد تعبيرها للحفاظ على الهدنة لا يكون من خلال منع السلاح عن الثوار ومنعه من الدفاع عن أنفسهم بل يجب تقوية الثوار وأن يكون هناك توازن للقوة تفضيل الخيار الميداني قد يمثل أحد تداعيات حالة المراوحة التي باتت مفاوضات جنيف فريسة لها في ظل تمسك كل طرف بما يصفه بالثوابت وعلى الأخص عقدة مصير الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا وبشار الأسد موجود صلاحياتنا كوفود مفاوضة في جنيف تقف عند تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة ليس لدينا أي تفويض لمناقشة وضع دسطور جديد ولا إجراء انتخابات تشريعية أو مصير الرئيس السوري ولم تفلح مساعي الرعيين الدوليين للمفاوضات الولايات المتحدة وروسيا حتى الآن في إنقاذ العملية الجارية في جنيف من الشلل الذي يكاد يطيح بها رغم التأكيدات المتكررة لواشنطن وموسكو على أهمية استمرار المفاوضات رغم العقبات وهي التي يتوسم السوريون فيها نهاية محتملة للحرب التي استوطنت بلدهم قبل العالم كلها ترتاح وما يكون مثل اللي قبله ما بدنا جنيف يكون ثلاثة وأربعة وخمسة على الفاضي بدنا شيء يكون فعال ولكن الجبهات التي تزداد اشتعالا ترجح أن يظل الأمل عصيا على التحقق حتى الساعة إذ شاهدت الساعات الماضية غارات جوية مكثفة شنتها الكوات النظامية في أرياف إدلب واللادقية وحماه بالتزامن مع إطلاق فصائل المعارضة عمليات عسكرية تحت اسم رد المظالم وقد حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما موسكو من أن التدهور السريع للأوضاع في سوريا يضر بمصلحة البلدين كاشفا أنه أثار المسألة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلادي ميركوتين ترجمة نانسي قنقر